أهلا بكم سنة ربعة في درس جديد من دروس مادة العلوم هنشرح مع بعض إن شاء الله الدرس الخامس كيف تتنفس الأسماك الفصل الدراسي الأول تابعوني على قناة العلم والمعرفة السؤال هنا هل حاولت مرة أن تحبس أنفاسك تحت سطح الماء؟ طيب ما المدة التي تمكنت فيها من حبس أنفاسك تحت سطح الماء؟ الإنسان يستطيع أن يحبس أنفاسه ولكن لفترة لا تتجاوز الدقيقة الوحدة هنجلس مع بعض التنفس في الأسماك الإنسان يستخدم في التنفس الرأتين أو في عملية التنفس ولكن الأسماك تستخدم الخياشيم في عملية التنفس وهذه الخياشيم تستخدم لاستخلاص الأكسجين الزائب في الماء وفي نفس الوقت الأسماك برضو بتعمل على إخراج ثاني أكسيد الكربون عن طريق الخياشيم يعني الخياشيم اللي موجودة في الأسماك تعمل عمل الرأتين اللي موجودين فيه في الإنسان أين توجد الخياشيم؟ الخياشيم توجد على جانبي رأس السمكة زي ما احنا شايفين في الصورة لو احنا نلاحظ أن الأسماك بتبتلع الماء عن طريق الفم وتقوم بدفعه نحو الخياشيم طبعا الخياشيم دي محاطة بالأوعية الدموية فتقوم الأوعية الدموية بامتصاص الأكسجين وتوزيعه على باقي أجزاء الجسم إذن الخياشيم تقوم بامتصاص الأكسجين والأوعية الدموية تأخذ هذا الأكسجين وتقوم بتوزيعه على باقي أجزاء الجسم ويتم دفع الماء نحو الخارج من الجهة الأخرى للخياشيم وإخراج ثاني أكسيد الكربون تعد الخياشيم من التكيفات التركبية الفريدة التي تسمح للأسماك بالعيش تحت سطح الماء بتحتاج الأسماك إلى ماء نظيف للبقاء على قيد الحياة هندرس مع بعض أوجه التشابه والاختلاف بين الجهاز التنفسي للإنسان والجهاز التنفسي للأسماك أوجه التشابه بيتشابه في إيه؟ في إن الاثنين اللي هو الخياشيم والرقتين دولا بيستنشقان إيه؟ الأكسجين وفي نفس الوقت يخرجان ثاني أكسيد الكربون وكمان يوزع غاز الأكسجين على جميع أجزاء الجسم ده التشابه ده بإيه هو الاختلاف؟ الاختلاف إن الإنسان بيمتلك رأتين لاستخلاص الأكسجين من الهواء الجوي بينما تمتلك الأسماك خياشيم لاستخلاص الأكسجين من الماء ده بالنسبة للاختلاف نشاط رقم 13 تأثير الإنسان على البيئة طبعا حبيبي إحنا درسنا طرق تكيف النباتات والحيوانات في البيئات المختلفة إيه اللي ممكن يحصل عند حدوث تغيير جديد بيحدث في البيئة اللي هي التغيرات التي تطرق على البيئة طبعا ممكن تتعرض الكائنات الحية للاختفاء أو الموت التغيرات التي تطرق على البيئة إيه هي الحاجات اللي هي ممكن تستجد على البيئة إحنا عارفين يا حباب قلبي إن الكائنات الحية بتتكيف مع النظام البيئي اللي موجودة واللي بتعيش فيه ولكن ممكن النظام البيئي يتغير نتيجة الأنشطة البشرية أو حدوث تغيرات طبيعية يبقى إذن النشاط البشري ممكن يغير فيه النظام البيئي وممكن كمان التغيرات الطبيعية ممكن تغير فيه النظام البيئي طب بالنسبة للتغيرات الطبيعية زي إيه؟ زي الارتفاع أو the einenخفاض الشديد في درجات الحرارة بنلاقي إن درجة الحرارة يمكن ترتفع جداً أو ممكن تنخفض جداً فبالتالي ده يعتبر من ضمن التغيرات الطبيعية التي تؤثر في النظام البيئي كمان الأمطار الغزيرة تؤثر في النظام البيئي والظروف المناخية القاسية كمان حرائق الغبات حرائق الغبات دي بتأثر في النظام البيئي طبيعي بنلاقي أنه ممكن بعض الكائنات تختفي أو تموت كمان الفيضانات كل الحاجات دي دي اسمها تغيرات طبيعية طب إيه هي الأنشطة البشرية التي تؤثر في النظام البيئي أول حاجة بناء مجتمعات عمرانية جديدة لما يجوا مثلا يروحوا عاملين إزالة لبعض الغبات أو للغبات ويبنوا مكانها مجتمع عمراني مدينة مثلا طبعا هذه الغبات موجود فيها حيوانات وطيور إيه اللي بيحصل لهذه الحيوانات أو الطيور حاجة من الاتنين يتهاجر يتختفي أو تموت وتنقرد رقم اتنين بالنسبة لأنشطة البشرية قطع الغبات وتجريف المراعي من أجل الزراعة كمان ممكن يروحوا عاملين إزالة للغبات ويعملوا إيه؟ ويزرعوا مكانها محاصيل زراعية ده طبعا بيؤدي برضو إلى إيه؟ إلى هجرة الطيور أو الحيوانات اللي موجودة في الغابة كمان ممكن تؤدي إلى الاختفاء أو موت هذه الطيور والحيوانات رقم ثلاثة إدخال أنواع جديدة من النباتات والحيوانات على البيئة كل هذا يعتبر أنشطة بشرية تؤثر على البيئة ما تأثير التغيرات الطبيعية؟ زي حراءة الغبات والفيضانات على الحيوانات المفترسة وكمان على الفرائز ندي مثال بسيط على الإسود وعلى الغزلان اللي بيحصل تأثير اللي هي حراءة الغبات والفيضانات بيعملوا إيه مع الحيوانات المفترسة والفرائز؟ تؤدي إلى تغير طبيعة النباتات المتاحة كغزاء لمين؟ للغزال؟ أو للغزلين؟ ده بيؤدي إلى زيادة أو نقص أعداد الحيوانات المفترسة والفرائز إحنا درسنا التغيرات التي تطرق على البيئة وهنا في تغيرات طبيعية وتغيرات بشرية إيه هي تأثير الأنشطة البشرية على البيئة رقم واحد اختفاء أنواع أصلية من النباتات والحيوانات لعدة كرون إحنا عارفين القرن يعني كمية سنة رقم اثنين كمان تلوث الهواء النشاط البشري يؤدي إلى تلوث الهواء زي إيه؟ زي عوادم السيارات أو عوادم المصانع التي تعمل بشكل غير إيه؟ صحيح رقم ثلاثة تلوث الطربة والمجار المائية بسبب السلوكيات السيئة زي إلقاء النفايات والمواد الضارة بهذه المجار المائية رقم أربعة انتقال الحيوانات إلى نظام بيئي آخر يلبق احتياجات هذه الحيوانات وبيساعدها على البقاء في هذا المكان الجديد يعني إيه؟ يعني الحيوانات؟ لما بتلاقي إن في أنشطة بشرية في قلبي اللي بتعيش فيها الحيوانات إيه اللي بيحصل؟ بتنتقل هذه الحيوانات إلى مكان آخر فبالتالي هي غيرت نظام بيئي آخر هذا النظام البيئي الآخر بيلبق إحتياجاتها وبيساعدها على البقاء رقم خمسة لن تنبت بزور النباتات إلا في مكان مناسب لبقائها ونموها حندرس كمان تأثير الأنشطة البشرية على حياة الإنسان نفسه يعني الإنسان نفسه وهو بيعمل الأنشطة أو يقوم بهذه الأنشطة دي بتأثر على حياته نفسه إيه هي الأثار السلبية لتلوث الماء والهواء على صحة الإنسان؟ رقم واحد لما يكون الهواء ملوث والماء ملوث ده بيؤدي إلى عدم نمو المحاصيل الزراعية رقم اثنين صعوبة الحصول على المياه النظيفة لأن المياه ملوث والمصانع بتلقي والإنسان نفسه بيلقي النفايات في نهر النين مثلا فبالتالي صعوبة الحصول على المياه النظيفة رقم ثلاثة صعوبة التنفس بسبب أن الهواء ملوث رقم أربعة الإصابة بالأمراض الصدرية وأمراض القلب بسبب الماء الملوث والهواء الملوث عشان كده بيضطر البشر اللي بيعيش في مدن ينتشر فيها تلوث الهواء إلى تغير أو تغيير اسلوب حياتهم والانتقال إلى مناطق أقل تلوثاً ما هو دور الإنسان في استعادة النظام البيئي لطبيعته الأصلية؟ يعني الإنسان يستطيع أن يعمل إرجاع للنظام البيئي إلى الطبيعة الأصلية بتاعته اللي كانت موجودة قبل كده ممكن يعمل الإنسان؟ أول حاجة يمكن إعادة زراعة الغابات التي أزيلت يعني الإنسان عمل إزالة الغابات لا يرجع من جديد وزراحة من جديد رقم 2 التخلص من العمل الملوثة للهواء والماء رقم 3 الحفاظ على النباتات والحيوانات الأصلية سين سؤال أي من هذه الطرق ناتج عن النشاط البشري؟ وأيهو ناتج عن تغيرات طبيعية؟ يعني هنقول ده نشاط بشري أو تغير طبيعة قطع الغابات أقول له ده إيه؟ من البيت على الغابات؟ الطبيعة ولا النشاط البشري؟ طبعا الإنسان يبقى إذاً ده نشاط بشري الفيضانات الفيضانات ده تغيرات طبيعية تغير درجات الحرارة ده تغير طبيعي عوادم السيارات طبعا عوادم السيارات أو عوادم المصانع ده تغيرات إيه؟ بشرية بكده حباب قلبي ننتهي من شرح الدرس الخامس كيف تتنفس الأسماء؟ بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكي أسلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته